كما يعلم الجميع تحتضل خمس غيابات للاعبين أساسيين في المجموع ونضع استراتيجية لتتوقع رجا ونحن لتحاول كونتراتاك لتحاول وبطبع الحال لعبنا بإمكانياتنا ولعبنا بطريقة أننا استنينا فريق الرجاء في وسط الملعب ولعبنا على المرتدات بالنسبة لرأيي الشخصي 45 دقيقة الأولى كانت ممتازة وممتازة جدا من طرف فريق الويداد البيضاوي لأن فريق رجاء البيضاوي لم يخلق أي فرصة في شوت الأول وبطبيعة الحال سجلنا الهدف الأول وتحتنا فرصتين كيمكننا نشجل منهم الهدف الثاني وبالتالي ننهي المباراة الثاني 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 كنا متوقعين ومنتظرين ربطة الفعل فريق الرجاء لكي يعود في المباراة ويفتش على هدف التعادل وكان هناك أيضا عامل الخمس لعبين اللي كانوا عوضوا اللاعبين الأساسيين أنه ما كانش عندهم إقاع المباراة وفي طبيعة الحال فريق الرجاء البيضاوي فتش عن طريق جميع الوسائل بشجل هدف التعادل وتحتم له ذلك شجل هدف التعادل وكان الأفضل في الشوت الثاني يمكن القول أنه شوت الأول كان بامتياز للفريق الرجاء والشوت الثاني كان للفريق الرجاء البيضاوي هذه مباراة يعني ديربي ولكن بصفة عامة حين تشجل هدف خارج الميدان يكون النتيجة تكون إيجابية لصلاحك نعم أنا مستمتعي لأننا نتعلم في 8 يوم هذه المباراة ثلاث مباراة بطبيع كحال أنا راضي جدا على عطاء جميع اللاعبين لأننا أولا لعبنا خلال ثماني أيام ثلاث مباراة لعبنا خلال ثلاث مباراة لعبنا خلال ثلاث مباراة وكما تعلمون على أنه في دل خمس غيابات وفي دل كل هذه الإكرهات أكيد على أنه هناك إصابة أخرى للايب الحداد وممكن رقم سبعة اللي هو جبران ويظن أنه السبع لعبين أساسيين من ضمن أحداش فهي إكرارية كبيرة لكننا لدينا لعب المباراة لكنك تذكرين أني مباراة من قبل المباراة أليس كبير لعب لم أفع مباراة لأنني لا أفعر بشكل مع أفضل ويحب أن أرى كيف يفعر بشكل رجاء يأخذ رجاء نوع 9 30 21 ومع أفضل بشكل مباراة كيف يفعر بشكل؟ ليس بسطول إنه مباراة لعباة لعباة لدينا 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 نعم هذه حقيقة نمسناها في الشروط التالي لكن في دل دائما أعود وأكرر أنه في دل الغيابات أظن لو كان الخريق الخصم عنده كل هذه الغيابات يعني ماذا أنتظروا يعني ردت فعلهم لكن وطبيعة الحال الخمس لاعبين اللي كانوا متواجدين في المباراة يعني عندهم نقص في الإقاء نقص في المبارايات وبالتالي كان من الطبيعة أن مستواهم الفني واللياقي والمخزوم اللياقي ينزل في الخمس عشرين دقيقة الأخيرة وطبيعة الحال مدرب فريق رجاء مدرب له تجربة له حنكة كبيرة في الميادين وحاول بجميع إمكانيته واستغل الضرف وتأتله ذلك بهذا التعادل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر